أصدرت مجموعة الصين للآلام تعليقا بعنوان يجب على الجانب الأمريكي تنفيذ وعود زعيمه بشكل واقعي وقلت فيه أنه في الرابع عشر من مارس بالتوقيت المحلي عقد اجتماع آخر في المستوى بين المسؤولين الصينيين والأمريكيين في روما عاصمة إيطاليا خلال هذا الاجتماع كان يانجزيتشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشعوع الصيني ومدير مكتب لجنة شؤون الخارجية لها وجيك سوليفان مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي للولايات المتحدة قد بادل الأراء بكل صراحة وبشكل معمق وبناء حول العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا الساخنة الدولية أوضح الجانب الصيني مرة أخرى خلال اللقاء الصيني الأمريكي رفيع موقفه بشأن سينجيانج والتيبتو وهونج كونج مشيرا إلى أن هذه المسائل تتعلق بالمصالح الجوهرية له وهي شؤون داخلية للصين ولا تسمح للقوى الخارجية بالتدخل فيها وإن أي محاولة لاحتواء الصين وممارسة الضغط عليها محكوم عليها بالفشل وبعد لقاء روما يجب على الجانب الأمريكي تنفيذ تعهدات الرئيس بايدن بشكل فعل ليلبي تطلعات المجتمع الدولي ومصالح الشعوب في جميع أنحاء العالم